يقفون تحت أشعة الشمس ولفترات طويلة بحثا عن لقمة عيشهم وسطا عدام الخدمات إنهم سيقوم رآب الحلة الموحد يبحثوا سيقون هنا عن ظل يحميهم من أشعة الشمس اللاهبة مع ارتفاع درجات الحرارة رافعين سناديق عجلاتهم وهي مشتغلة خوفا عليها من الاحتراق معاناة تلاحق السائقين في هذا المرأب والله خدمات نفس الشيء إحنا بالنسبة أنه يجونا هواي ذاعم مثل حضرتكم وماذا سوونا حالي يعني الدولة عائفتنا ما لهم علاقة بينا قراج الحمزة هنا اللي هو أقضيه ونواحي أحسن من عندنا لا سقايف هاستوهم خلونا سقايف من معاناة هاي السنين عبري مدى يبقى بالقراج يصعد من بره في سبيل لاكو نظاره لاكو سقيفة يرتاح بيها هناك وضعية ناشد وزير النقل وزير المواصلات هاي مووضعية هاي مووضعية في قراج بقى سحرات شولة وهذا قراج موحد قراج محافظات ولم تقتصر معاناة السائقين على القدمات فقط بل كان للنقل الجائري من خارج المرأب تأثيرا سلبيا في لصوص المرأب لم يرتزموا بقوانين المرور بحسب حديث السائقين عندك الحرامية برا صوبين براس القراج بنا ومنك ذولة حرامية خصوصة يبوقون دوريات ماكو وحتى لو كدوا دوريهم ما يحاجوهم ما يقدرون الهياء أبو الهياء الرجال شير يدي يسوي هو عسكري هو بهاياء يعتبر مثل المدني ما يقدر يحكو يهم الله وكيله محمد كفيل المناك يبوقون وبأي واحد يحكو يهم يتعاركونوا يهم عم يطبوا الهنا يضربوا يطبوا الهنا يطبوا الهنا يتعاركونوا بالباب يأخذوا الهياء يطبوا العبر للباب يقول لك لا تطب لا تقف بالباب أصلا إلي يا أنا أبو القراجي تجول لي دافع هاي أو وصل خط عدي أنا أقف بره يجيني أبو القراجي يقول لا تقف هاي شين زين من يحمل أه حتى بستالة هاي السواك كلها تشهد ويطالبوا سعقوا المركبات في قراجي الحل الموحد من قيادة شرطة بابل ومرورها بضرورة الحد من ظاهرة النقل الجائري التي تسببت بفقدانهم لأرزاقهم ليواني نيوز أحسن العوادي بابل ترجمة نانسي قنقر